لا بد من وضع النقاط على الحروب لست راغباً في أيام شهر رمضان أتحدث بمثل هذه الأحاديث ولكن إذا لم أتحدث بها أنا لن يتحدث بها غيري ولم يبق من العمر إلا ثمالة في الكأس نني قد جاوست الستين وكنت أنتظر لحظة أن تستيقظ هذه المؤسسة كي تصحح من مسيرها الخاطئ لقد دعوتها ودعوتها ودعوتها وأقمت الحجج عليها ووضحت البراهين والأدلة القاطعة بين يديها لكنهم يصرون على ضلالهم وصحائف العمر قد انطوت ولم يبق من العمر إلا القليل ما بقي من العمر إلا ثمالة في الكأس ستشربها الأيام من الكأس الذي كان دهاقه ولكن الأيام شربته فعاد ثمالة النقطة الثانية قلت هناك نقطتان النقطة الثانية عجيب هذا الأمر ارتباط الثقافة العربية بالأدبار وفي ثقافتنا الشعية العراقية كذلك عبود غفلة الشاعر الحسيني المبدع رجاء اعرض لنا صورته هذا هو عبود غفلة والذي توفي سنة ألف وثلاثمية أو ستة وخمسين للهجرة رجاء اتركوا صورته على الشاشة حتى أكمل حديثي بخصوصه هناك مساجلات شعرية معروفة بين الشعراء من أشهر المساجلات في زمان عبود غفلة مساجلة اجمع أفكار قزموس اشترك فيها عبود غفلة والحاج زاير الذي تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية وحسين جسام شخصية أدبية كوميدية نجفية شخصية معروفة في تأريخ النجف المعاصر وآخرون والذي ابتدأ المساجلة ابتدأها عبود غفلة فماذا قال ببلادنا سكنة كفر إنه يتحدث عن الإنجليز وعن الهنود الذين جاءوا معه ببلادنا سكنة كفر ووجوهها برص وصمر البرص هم الإنجليز والصمر هم الهنود ببلادنا سكنة كفر ووجوهها برص وصمر عدهم مؤخراتها كبر هناك كلمة بدل هذه الكلمة عدهم مؤخراتها كبر حلان بصر ومجموز إلى آخر ما جاء في المساجل حلان جمع حلان وهو الوعاء الذي ينسج من خوص النخيل ويسمى بالقوسرة يوضع فيه التمر ويكبس كبسا شديدا حلان بصر ومجموز مجموز أي كبس كبسا شديدا وضغط ضغطا قوية لماذا حينما نظر عبود غفلة إلى الإنجليز والهنود ما نظر إلا إلى هذه الجهة إنها الثقافة العباسية الثقافة العباسية اللوطية أنا لا أتهم عبود غفلة بشيء وإنما أقول هذه هي الثقافة الشائعة وجذورها تعود إلى الجاهلية الخليفة عمر مثلا في هذا الكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتق الهندي من علماء السنة المعروفين المتوفى سنة 975 هجر قمري هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية هذا المجلد يشتمل على الجزئين الحادي عشر والثاني عشر تحقيق محمود عمر الدمياطي في الجزء الثاني عشر صفحة ميتين واثنين واثمانين رقم الحديث خمسة وثلاثين ألف تسعمية وأربعة وأربعين عن ثابت قال أكل الجارود وهو شخصية معروفة شخصية عربية معروفة أكل الجارود عند عمر بن الخطاب كان قد حل ضيفا عليه الجارود حل ضيفا على عمر بن الخطاب أكل الجارود عند عمر بن الخطاب فلما فرغ بعد أن أتم أكله أتم طعامه قال يا جارية نادى على الجارية التي كانت تخدمهم في بيت عمر قال يا جارية هل أمي الدستار الدستار كلمة فارسية في ذلك الوقت تعني المنديل الذي يستعملونه للتنظف والتنظيف من بقايا الطعام في أيديهم هل أمي الدستار يعني المنديل يمسح يده أراد منديلا لقد فرغ لتوه من الطعام فلما فرغ قال يا جارية هل أمي الدستار يعني المنديل يمسح يده فقال عمر ماذا قال له هذا الرجل ضيف عند عمر وأكل الطعام وأراد منديلا فطلب من الجارية منديلا فماذا قال له عمر فقال عمر امسح يدك بأستك يعني بفتحة دبرك ما علاقة هذا بهذا إنها الثقافة العربية وإلى ما علاقة هذا بهذا فقال عمر امسح يدك بأستك أو ذر إما أن لا تمسح يدك أو امسحها بفتحة دبرك لأن الأست هو فتحة الدبر عمر قال هذا لأن منديلا عمر بن الخطاب هو نعاله هكذا نقرأ في الطبقات الكبرى لابن سعد محمد ابن سعد الزهري المتوفى سنة ميتين وثلاثين للهجرة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وهذا هو المجلد الثاني يشتمل على الجزء الثالث والرابع في الصفحة السبعين بعد المئة بسنده عن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم أن عمر كان يمسح يمسح بن عليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم هذا هو السبب الذي جعله يقول للجارود من أنه امسح يدك بأسدك لأن المناديل عند آل عمر هي النعلان كما يقول عمر الرواية في هذا الكتاب القديم وهو من كتب نواصب سقيفة بن ساعد أن عمر كان كان يمسح بن عليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم حديث آخر بسنده بسند محمد ابن سعد الزهري عن السائب ابن يزيد قال ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم واللحم فيه زهومة الزهومة تعني الزفر فيه زفر السائب ابن يزيد يقول ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه قد يكون لابسا لنعاله وقد لا يكون لابسا لنعاله المهم أن المناديل في الجهة السفلة من الجسم إما في الأقدام في الأرجل أو في النعلان ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا من ديل عمر وآل عمر إنما أوردت هاتين الروايتين من الطبقات الكبرى كي أشرح لكم الحديث الذي تحدث فيه عمر بن الخطاب حينما قال للجارود من أنه امسح يدك بأستك هذه الظاهرة واضحة في الثقافة العربية القديمة وبقيت مستمرة إلى العصر العباسي العباسيون عمقوها بشكل قوي في الثقافة العراقية أني أحدثكم عن الملامح العباسية في المذهب الطوسي القدر نذهب إلى فاصل